السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي كانت من يتكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ويلقاكم الفيديو اليوم في كامية الصحة والعافية اليوم ان شاء الله غنشاركي معاكم هاد الحلوة اللي كتجيه الى هاد الشكل حلوة اللوز كتجيه زوينة وراقية لف الشكل وف الماداق احنا ان شاء الله هندزل الطريقة انا هنا لبط غنعجنها انا بحضلك وموتاج هاد 240 بياسة اه 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 انا غنحتاج الجوج كيلو تاع الدقيق اللي انا غندير فيها انزل كيلو تاع الزبدة تاع الطوريق وانتم زبدة اللي بتوع الجنوبها انا احنا عندي زبدة خاصة بالطوريق انديو شيطة الملحة و نقطع ديك الزبدة ديالي طريفات انا قطعها بالموس و ندخلها في داك الدقيق كما كتشوفوا معايا في الفيديو. كان لك مزيان بيديه غيبيه الاصابيع ديه ولي تدخل ديك زبدة كلها هنا بعد ما دخلت لي زبدة في العجينة. دقيق ديلي عفون. كان حيد واحد زلفة انا غلونها وحتى غلونها باللون غوز وحتى غلونها باللون اخضر. هاد الحلوة انا غنحتاج الوريدات اللي غدي تشوفوا معايا. هنا انا هاد العجين كان عجنو بالماء بالماء تعرو بيني. ما تتخن�ما فطح بالماء بالم Carroll. هنا كان ان نحاول لانا هي ناعلنا τ وعلا. باش ما نقصح الشيء الى عزنا بزاف زف زف ما نزروها ما تكونش جاريه عفون. تتكون قصح شوية ما تكونش جارية. لانه العجينة جارية ما تجيكمش الحلوز وين هناك تقول للعاجينة ما بينو بين ما تكون قصحة ما تكون جارية. مهم تكون شدة فرصها مزيان. هنا كندلك ديك العجين مزيان. ما شي كندلك كان لك انتم ما كاتشوفوا معايا كي كنديل لها. غي كنحاول انني نجمعها بالماء. تنحصل على النتجة اللي انا بغيت. كنحاول غي نجمع كما قلت لكم. هنا كنعود نزيد شيئة الماء. ونجمع العجين ديالي. كتجي حلوة هائلة رقية. بساف بساف. كتجيب اللوز. جيب كوكا وخضر. باش مما درتوها كتجي زوينة وهائلة بالشكل ولا في المعدق. ورا غضي تشوفوا معايا النتيجة في الاخير كي ختخرج. كنتمنى تبقاو معايا في فيديو تل الاخير. باش تشوفوا جميع ما راحي اللي انا آآ درتها. باش آآ خرجت لي هذه الحلوة. انا كان عاوز زيت شوية الماء. ونخليكم معرفة يزوروا الفيديو شارح نفسه. بتانجمع العجين ديالي واللو والعجين الاخرى الخضراء واسميته والغوزية. وندوزوا باش نقدو الحلوة ديالا ان شاء الله. انا هنا زربت الفيديو باش ما يجيكم مش طويل بززاف. هنا انا هذه العجين قادي نحطو في واحد البراستيكا باش يرتاح شوية. انتم ما بيديو تخدمو اليوم ما كتعجنوها لباح بيديو تخدمو في العشية كتعجنوها في الصباح باش كتخلي واي ترتاح ويتاخد حقا فاسميته في الفيديو طلج ديالا باش تبقات باش تزبدت تسارح في العجينة. هنا انا كنفرقها على الجنش وكنحطا في شي براستيكا. انتم ما كيما تشوفوا معا العجينة ما جريش بززاف شط فرصها. اقو باش تجيكم تخرجها لما شين ديالكم زيانة بلا اعداء بلا تعمارة. كتجي اياها ديك. هنا كما قلت لكم كان لديك زلفة الدقيق اللي انا حيتها من قبل بعد ما رملتها بالتقيق بالزبدة. هنا كننضيف الروح. بتاع بيستاج. وكان جمع به العاجين ديالي باش يقولي انه اخضر. وكان جمع بإJackie لقية الحال. دائما لما تكون من روبيني ما تكونش سخون ما بارد. باش كجي العاجينة زوينة. انا هنا كننجمع العاجين وكانضيف المروين التي يعطيني اللون اللي انا بقيت. وانتوما اللون الالوان تيبقوا على حسب بوية تديولها غير البيض كالدولها البيض وكالدول العاجينة في لون اخر ماشي مشكلة باش مما اخذ انتو انا كنعطيكم غير فكرة وانتوما كتخدموا بدك الشي بالدوق ديالكم وباللي كيعجبكم هنا كنضيف الغوز وكن جمع العاجين ديالي بعدما تجمعها ضدتو في بلاستيكي تسالح هنا انا اللوز بعدما غليتو وفسختو قدرت له شوية تع سانيدة مزيان تتطحن مع سانيدة الطحنة التانية هنا غنضيف واحد شوية تناطة روح تناطة وهنا عندي جوج معلقة الزبدة باش غنعجنتك اللوز مزيان وهنا كنضيف واحد شوية تعروح تع اللوز تهو كنضيفه كنضيفه وكن بقتن عجن كن عجن شوية تيك الزبدة وكن ضيف شوية مزهر تتجمع لي العاجين مزيان هنا كان عجن كان دلك مزيان اللوز ديالي كان اعطيه دلك مزيان تيتجمعه وكيتجمع الراس وما حدكم انتوما كدلكو فيه وكيتلق الزيت وكيتجمعه اكد طريقة سهلة بزاف هنا كان دوزو لك اللوز بعد ما كورتو على هاد الشكل هنا عندي الوريضات اللي انا استعملتهم خدمتهم بليلة كاملة مقبل باش يتسرحوا لي ويعطيوني الطح هنا عندي اللوز اللي انا اللي كتو معاكم وشتوك وورتو هنا عندي العاجين العاجين دي انا غنخرجوا بهذا الطابع طابع تاع البوفة هنا اسميت هاد الوردة كان قوليها الطابع تاع البوفة هرا متواجد في الاسواق ووراق دي مش حالة دي باش خارج انا غيحبيت نشارك معاكم هاد الحلوى ما تنسونيش من لايكات ديولكم اشتراكات وما تنسونيش من التعليق ديولكم الزوينة اللي كتقولوا في حقي دائما اللي كان حبوه ومتي يكون زاز علاق لبي وكيخليوني نزيد القدام ونعطي الجديد دائما في القناة ديالي ديالكم قناتي قناتكم ان شاء الله متواضعة هنا بعد اما خرجت الحلوى ديالي بها الطابع كتجي على هاد الشكل انا كندفع كنقطع العاجين وكندفع بذك اللوز كنحط عليه اللوز اللوز انا كندير بيض البيض هنا كتخرج ليه بذك الطابع على هاد الشكل هنا انا كنعطيكم فكرة كيصوب ديك الوروضة انتما كتنيوها على الجوج وكتعصرها من التحت بيش تعطيكم ذك الطحيد وذك الفائض وذك الزائت العاجين هنا كنضيف واحد شوية بيض البيض فوق الوروضة ديالي وكان نتكفي هادك ديك الوروض انا كندير جوج وردات واحدة خضرة واحدة بيضة واحدة غوزية عفوا انتما غضيت تخدموا غيب البيض خدموا بالبيض او اللي عندكم شيون اخر ستعملوا انتما انا غيرتتكم فكرة انتما كتديروا اللي يعجبكم واللي كتحب لكم خاطركم وهذا هو الشكل ديانا كيما خرج لنا وباكتشوفوا فيه جاراقي ورائح نكمل الحلوة ديالي هنا بعد اما كملتها بالطابع هنا كندير ذك بيض البيض بعد اما ضفطي شوية الخل او لشوية ما زهر باش ما يتبقاش فيه ريحة البيض وانا كانت تقدو كل الوروضة ديالي تنكمل الحلوة ديالي كندخلها الفران كان بيتها بعدها ليلة كاملة ما كان طيباش ديك الساعة كان بيتها ليلة كاملة ومن بعد ان شاء الله غطين طيبها وانطفيها في العسل وانديرها في القباعتها ديالي شكل هاته يجي راقي بزف وزوين وزوين بزف بزف انتو ما خفتوا تخرج لكم العمارة كتديروا هاكا كورة كتديروا ذاك اللوز في كورة كتديرها في العجينة وكتكوروها بين سبعكم بحل الغريب وكتخشوها في الطبع كتخرجوها هنا كما قلت لكم كان فينين حلوة ديالي بالغريدات صدقوني كتجيزوين وبنين وهائلة هائلة تفشوفة تفشوفة تغطي واحد لمنظر هائل ويلا كنتي اول مرة كتزولي القناة ديالي كانت تمنى انك تشتركي في القناة وتفعلي الجرس باش يوصل لك الجديد وكانت تمنى منكم انكم ما تنسونيش من التعاليق ديالي ولكم الزوينين وهدي كانت هدي هي الحلوة ديالي شاركت بها معكم اليوم كانت تمنى انها تعجبكم وطرقكم وتنوض الرضا ديالكم وكانت تمنى من الله الوصفة اللي كان شارك معكم يعجبوكم وخليوا لي تعليق لا بويتو شي وصفاء ولا بويتو شي اوكلان خليوا لي في تعليق نصوبها لكم بكل فرح حلوة ديالي جزوينة وبنينة وهائلة هائلة بزاف لا في المذاق ولا في المنظر كانت تمنى انكم تجربوها كتلق الاعراس الافراح كل شي كل شي كتجيزوينة وبنينة بزاف كما كان نقول لكم وانا هنا كانت تمنى ان ننطلق بكم في فيديو اخر ان شاء الله وانت لكم الافراح والمسارات ودومتم في رعاية الله وانا فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة